الامير عبدالله الفصل لكن خليني اعلق الناس بس واخد عمينا المحترم الحج عمر حسين مسال فولي حج عمر سال فولي عمي ناصر بيد يا حضرتك سبولي يا حجيك والله انت صعبان علي يا حج عمر والله العزيز والله صعبان علي يا وحية المصحف الله يخليك ثابت يا ربنا يا كريمك ومش هقولك حاجة غير من ربنا يا اويك انت عارف ان عجبني فيك ايه كمان يا حج عمر اتفضل مبتسمعش ده الحمد لله وماشي في الخط بتاعك لكن في نفس الوقت الله يعينك والله بشوية تاكن اشتفض مبتسمعش 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 حج عمر انفرجنا بالامس بمداخلة مهمة جدا مع السيد لؤي السبيعي امين عامل اتحاد السعودي لقرة القدم واعلن عن انه توصل الاتفاق واسنع على حضرتك واتحاد القرى المصري وان هناك مبارتين ابطال الكأس وابطال الدوري السوبر لابطال الدوري ما بين الاهلي والهلال على كأس خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية والسوبر لابطال الكأس ما بين الزمالك والاتحاد على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر وقال ان في اجتماع سيجمعه بحضرتك والمسؤولين المدير التنفيذي محالي الوأسر واتسويلم يوم الاحد لتحديد المواعيد والاعلان عن اللجنة التنسيقية للمبارتين هل لديك معلومات؟ حقيقة احنا بنا تم شهر مش عارفين نوافع معاديين من المبارتين ان طبعا الاجندة الاتحاد الاساوي غير الاتحاد الافريكي يتطبطات كتيرة جدا بالنسبة للناجر الاهلي لانه عنده بطولة افريكا اللي هي قاعدة المسا من الماضي اللي هو بيكملها دلوقتي هو عنده بطولة عربية وعنده البطولة الجديدة في شهر 11 فطبعا الاغور كانت صعبة وتم بمعنى تجميد المبارتين فلما حقيت الجزل انا اعلنته من يومين ما حقيتهش الاجندة عنديك انما البادرة الجزيرة طبعا اللي هي حصلت دقيات وان الاخر ايها هيبقى موجود يوم الحد ان شاء الله هنحاول طبعا لاهمية المبارتين بساطة ان هي على تاس اسمين كبار الحقيقة الناس كلهم بتحبوهم فلنتمنى ان احنا ان شاء الله نوفق يوم الحد ان احنا نجاه معادين للمبارتين دولات ولازم حتلاقي معادين مبارتين دولات علشان الناس استمتع بمبارتين زى ما كانت المصطفى قال اربع فرق طوال جدا فبالتالي طبعا لازم نضبر المبارتين واليومين بتاع المبارتين دولات علشان الناس كلها تستمتعوا ويحققوا الغرض من اقامة المبارتين ان شاء الله يعني اذا اليوم الاحد بازن الله سيتحدد الموعد النهائي طبخا لاجندة الدول المصري والمشاركات الافريقية لمنتخبنا القومي والفرق المصرية طيب حق عامر من الاتحاد الاسيوي كمان من الاتحاد الاسيوي عن دهم ارتباطات فعلي انه وفق معايد تتناسب معنا احنا الاثنين اه جنجة الاربع سرع يعني حق عامر اه خاصة ان الاندية الكبيرة الصودية والاندية المصريية الكبيرة كلهم مشاركين في بطولة العراضية كمان ولازم ان ننصب بين البرد كلها خاصة ان كمان نقعد ننص البيت كويس ان الزوف بردو بكلام جابنا اه امدره الاتحاد التونسي اه بلغنا بردو انه عايز يعد المعاد مباراة ناجل الاتحاد اللي هي مفروض في البطولة العربية يوم ستة وتسعة من هم اللي كانوا حددوا المعاد بتاع المباراة العولة على انها تتعمل يوم اثنين انهم الحقيقة ان اختاروا المعاد اللي فيه الاجندة الدولية حتى انا نبحت عليهم وقتها الفترة دي فيها ااجندة انهم اصمموا انما الحجر وراه كان مبالح مع المهندس هاني بيدوروا في فرنسا في المستشار والحقيقة الراجل دوت من اللي بيحب المصريين جدا الحجي محمد رراء بيقف مع المصريين والاندير المصري كتير راح كان بيتطمن على الكابتين هاني وكلمني هناك وقال ما طمننا على الحاجة الكابتين على المهندس هاني يا بقى مش حاجة عامل ولا الحمد الله عمل عملية ولا لسه اه عملها الحمد الله والحجي محمد رراء هو لطمن الحقيقة لان كتلفونات الكابتين هاني كلها مقفولة والراجل راح لغة فرنسا عشان يطمن على الكابتين هاني وهو اللي طمن كالمعاه وطمن على حالته الصحية فالحجي محمد قال اللي احنا لازم نساعد بعض كالدول العربية واني منفعش وقت الاجندة ان نادي التراجد الالعب وعنده بطولة افريكا بعد كده فبالتالي طبعا اه اه تعملت المقرأ يوم اتنين بدل يوم ستة اتنين تسعة فرقت معاك في الجدول اه حكفر طبعا ان كان فيه مباراة انا حاطيتها بالنادي الابتحاد يوم واحد تسعة مع واجي زجلة فطبعا هشوف لها طبعا معاك تاني اه بدل المعاد اللي كان محتود في الجدول فطبعا دي كلها امور صعبة والموسم دوت صعب جدا جدا يعني ان الارتباطات كتيرة جدا وعدل المباريات خاصة بالنسبة للنادي الاهل ومصر لو كملوا ان شاء الله في البطولتين والبطولة العربية بالنسبة للنادي الاهل هيبهكمل المباراة الموجود يعني هيوصل لأربعة سابعين مباراة بالنسبة للنادي الاهل انت عايف الحال اي حاج عامل في القصة ديت رأيي الشخصي يعني ان لازم السيني اللي جاي حاج عامل نقلل عدد فرق الدور الممتاز عشان يبقى عندك وقت للمنتخب وقت البطولات افريقيا وقت البطولات العربية وقت للسوبر هو الحال الوحيد انك تقلل عدد فرق الدور الممتاز معرفش ايه رأيك لا ده رأيينا الحقيقة بنادي فيه من زمان لنحقيق ان تونس نفسها كان 16 نادي ولان شمال افريقيا عندها نفس الظروب بتاعتنا كانت مكتفى نفس المشاكل عندنا تونس من سنتين كان 16 نادي واننا عارفوا ان فيه كاس عالم فلازم يخلصوا بدري وعارف فيه امه وافريقة لابتشتصير دلوقتي الشهر تلك وليوم برضو يخلصوا بدري ونزلوا حبطوا اربعة ونطلعوا اثنين بقوا 14 نادي في تونس حدقين فهم كمان عارفوا ان فيه برضو مشاكل زيهم زينا فهم يخلهم 14 نادي فانا تبعا مع رأي حضرتك ان نزل من العبد الان دي عندنا يقل عشان نقدر نلعب كل البطولات دي وكل المسابهات دي وان كان ان هي بعد الموسم ان شاء الله وبعد المرحلة الانتقالية والموسم الاستثنائي الى العديد التحدي الافريكي ان هي مرحلة ارتثنائية عشان نرجع نلعب البطولات الافريكية زي الاجندة الدولية من شهر ثمانية لشهر خمسة بدل ما كان بتتلعب ابتالي الدوري يكون فدرية من شهر اثنين وكن تير شهر 11 وكان تخش وكان تخش فراح القريب في الصوف واللعيبة الان دي عندها كان بتمشي لعيبة بعد الموسم فبتلاقي ان تعيد لعيبة وكن عنداش عدل في الاتحاد الافريكي عدل عشان تعيد لعيبة الزمالك مرة لعب 14 اللاعب ويلاعب 17 اللاعب كمل بيئة البطولة فان شاء الله كل دا حيزبط الموسم دوات بس هو موسم صعب وانا اعلنت للاندية في الاجتماع اللي كان عامل المهندس هاني والاندية عرفت الموخف كله وقدو احنا كل منا مستحمل الموسم دوات انما طبعا عشان نرجع لموضوعنا المهم ان المغارفين دا في منتلة اهمية فعشان كده احنا لازم بكل التورة ان احنا لعبنا ان شاء الله وان شاء الله نقدر ان احنا نلاقي مواعيد مناسبة للتحاد السعود للتحاد المصر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي سؤالين بسرعة يا حج عامل عا كان وقتك وقتك دا ابريمين سعيل عفين بشكل نهائي لعفة الدفاع الجو ان شاء الله السؤال التاني تصريحات حضرتك احدثت لغة بشأن لعب المصري في بورس عيد هل دا قرار ولا اقتراح دا تصور انا حقيته من الناس كلها بالطالب ان هي ترجع يا ريت يا ريت حج عامل يا ريت حج عامل